وبتقول لي كمان يا بطوت عاوزة اعمل طريقة عمل الكوارع عايزة طريقة عمل الكوارع اعملها ازاي لو امكن بص يا ستي بقى الكوارع الكوارع من الحاجات الحلوة جدا جدا بس لو مشينا عليها صح والطريقة مظبوطة هتطلع معاكي تحفة واللي ما بيأكلهاش هيأكلها بمعنى ايه؟ بمعنى ان احنا الكوارع لازم نضفها كويس جدا جدا ونعيد نضفتها بعد ما تيجي كمان من عند الجزار ونحاول نخليه قطعها لنا قطع صغيرة تمام هننقعها في شوية مية بخلي بيدقيق بملح تمام ونسيبها كده نص ساعة بعدين مشطفها كويس قوي 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 وبعدين ننزلها في مية بتغلي هسيبها تغلي في المية دي غلوتين اتنين عفوا غلوتين اتنين بس في المية اللي على النار من غير اي اضافات خالص وبعد كده هشيلها افضيها في مصفة واخسلها كويس قوي تاني وارمي طبعا المية دي تماما وابدأ احط مية جديدة على النار المية الجديدة دي بقى هنحط فيها ايه هحط فيها جازر وبصل وكرفس وتماطم وتوم تمام وحط فيها فلفل هحط حبهان وحط كمان مستيكا ورق لورة ومعلقة سكر يبقى خمس حاجات توابل وخمس حاجات من الخضار هحطهم في المية اللي هنسيبها على النار تغلي كويس قوي وبعدين بعد ما غسلنا الكوارع اللي عملت ايه يعني خدناها كده ايه غلوة على النار غسلناها كويس قوي وهبتدي حطها في المية النظيفة اللي بخضار وبهارات من غير ملح بسكر بس وهسيبها بقى على النار تغلي كويس قوي وبعدين ههدي النار تماما وهسيبها بقى تستيوب راحتها لو عندك حلة ضغطة افضل علشان تعجل معانا التسوية بعد ما تخش في السواء او تبقى 3-4 سواء هنضيف الملح طبعا على حسب التزوق خلاص كده الكوارع تسلقت وبقيت تمامي تمام تقدري بقى انك انتي تعملي شربة الكوارع اللي هي بتتشرب هتقطعي تاخدي الكوارع كده تقطعها قطعها قطع صغيرة تخليها تماما من العظم وتقطعها قطعها صغيرة وبعدين تعملها طاشة بالتوم والخل هتعمليها ازاي تحطي معلقة سمنة صغيرة في طاصة عليها معلقة توم معلقة كسبرة نشفة وتحطي وتقليبيه مع النار لغاية ما التوم ياخد معاكي لون دهبي فاتح هتحطي معلقة خل او معلقتين من الخل ومغرفة من الشربة وتطش بيها بعد كده الشربة وتغري فيه وتقدمي بألف هانا وشفا او انك انتي تعملي الطاشة دي برضو بس تحطي لها تزويدي عليها بقى طماطم وصلصة وبعد ما تتسبك كويس قوي هتضيفي مغرفتين شربة وترسي الكوارع بتاعتك في طاجن فرن وتحطي عليها صوص الطماطم اللي بالخل والتوم وتدخليها الفرن تاخد كده ايه غلوتين تلاتة وتطلع بألف هانا وشفا يعني كفاية كده في الكوارع اشتركوا في القناة